اهلا بكم مشاهدي موقع مصراو قرار جديد وعاجل اصدره وزير التموين الدكتور علي المصلحي لحل ازمة السكر اللي بيشهدها السوق في الفترة الاخيرة والحد دلوقتي لان سعره وصل لاكتر من خمسين جنيه بالاضافة كمان ان بعض الناس ما بيلقوش السكر اصلا في السوق او بيجيوا اشتروا من المحلات المحل بيقول لهم هو كيلو واحد بس بالاضافة زي ما قلنا لحضراتكم ان بعض الناس مش لقيينه اصلا في بعض المناطق هنستعرض مع حضراتكم نص القرار اللي اصدره وزير التموين الدكتور علي المصلحي واللي نشره زميلنا وحصل عليه زميلنا الاستاذ محمد سامي زميلنا في قسم الاخبار في موقع مصراو الطبيعي وفي العادي ان كل بطاقة تموين لها حصة من السكر بالاضافة للسلع التموينية التانية لكن نتكلم خصوصا على السكر كل بطاقة لها حصة محددة من السكر ولكن وفقا للقرار الجديد لوزير التموين هو يضاف على لحصة كل بطاقة تموينية اللي هو بيقل عدد افرادها عن اربع افراد كل بطاقة تموين عدد افرادها اللي هي بتاخد يقل عن اربع افراد هتاخد كيلو سكر زيادة طيب بالنسبة لبطاية التموين اللي بتزيد عن اربع افراد هيكون ليها اتنين كيلو سكر هنا في سؤال من الناس على الجزئية دي سعر السكر على بطاقة التموين بيكون 12 جنيه و60 قرش هل الناس هتاخد كيلو سكر زيادة أول لتنين كيلو سكر زيادة بنفس السعر اللي هو سعر التموين ولا هيبقى بسعر تاني لا وفقا لقرار وزير التموين هيكون بالسعر الحر اللي هو 27 جنيه بالنسبة لكيلو السكر اللي هو الزيادة المقررة على بطاية التموين بالنسبة للأربع أفراد أو أكتر من أربع أفراد وكمان بتسدد نقدا مش على حسب بطاقة التموين ولكن تسدد نقدا لمنافذ التموينية في نقطة هنا مهمة بتخص المستهلك وتخص أكتر كمان المنافذ التموينية في حالة أنه هم خلفوا القرار أو بنود القرار اللي وزير التموين أصدره علشان هيبقى فيه المخالفة هيبقى فيها إجراءات قانونية ضد المنفذ التموين أي منفذ تمويني هيخالف القرار هيتم محاسبته على كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيه ده حسب ما القرار وزير التموين محدد كمان القرار تضمن جزئية أن مدريات التموين على مستوى الجمهورية عليهم أن هم يتابعوا القرار وتنفيذ القرار على مستوى جميع المنافذ ضمانا أن هو يوصل للناس ب 27 جنيه ده رقم واحد رقم اتنين إن هو يوصل أصلا للناس وأن الناس ياخدوا حقهم ما يكونش فيه تلاعب أو تهرب من القرار أو مخالفة القرار بأي شكل من الأشكال برضو فيه سؤال بالنسبة للناس إمتى هيتم القرار ده هل هيتم من بكرة ولا هيتم من إمتى حسب ما القرار برضو نص القرار السكر متبعت وصرف السكر الحر في بطاقات التموين في جميع المنافذ التموينية هيبقى من يوم احداشر ديسمبر اللي جاي إن شاء الله يعني خلال أيام الناس قدر تصرف على البطاقة التموينية كيلو السكر ازديادة أو الاتنين كيلو السكر ازديادة من يوم احداشر سبتمبر زي ما قلنا لحضراتكم وفقا لما تضمن لما تضمنه قرار وزير التموين اللي هو أصدره زي ما قلنا لحضراتكم اللي حصل عليه الأستاذ محمد سامي زماننا في قسم الأخبار ونشره في خبر على موقعنا الالكتروني موقع مصراوي احنا كده بنكون وصلنا لنهاية اللايف معاكم بنشكركم مشاهدي موقع مصراوي وانتظرونا في لايفات جديدة ان شاء الله